يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الزمالك هو بطل ختام موسم الانتقالات ضم مصطفى شلبي وضم عمري السيسي وصفقتين في منطقة القوة جناح امبي ولاعب وسط طلاع الجيش هو البطل في ختام موسم الانتقالات موسم الانتقالات اللي كان فيه أبطال كسر سواء النادي المصري أو سينمايك اللي بطل اللي دخلوا سؤال الانتقالات بمنطقة القوة النادي الأهلي اللي دخل سؤال الانتقالات وهو بيدور بس على احتجاجاته كان عنده صفقة واحدة بس يا صفقة مارسينيو اللي بقدرش يوفق ويدمها بقى الفرق كلها دعمت بلاعبين كتير لعبين مهمين لعبين لهم خبرات كبيرة في الدور المصري ولاعبين شباب كله خد من تجربة الموسم الماضي وقال لك لأ ملاعب الشباب مدي الفرصة للشباب هو أنا ليه باشتري لعب كتير على الفاضي وفيه أندية تانية قلت لك تم دور الدرجة التانية فيه لعبين في منطقة القوة وفي ركب بتنافس وفي ركب بتصارع ما بص تحت واشتري لعيبة بأسعار معقولة سؤل الانتقالات السنة دي مريح مفوش عصبية مفوش خناقة مفوش أصل اللاعب دوت مضى للنادي دوت والنادي ده مفوش أصل اللاعب دوت من حقي واللعب ده مش من حقي مفوش خناقة إن أنا دور على لعيبة والسلام إن أنا أخد أي لعب والسلام معدي لأ كل فريق شاف احتياجاته فين واشتغل عليها حط ميزانية معقولة واشتغل عليها مفيش زي ما يقوله إيه مبلغات في الأسعار مفيش مبلغات في ضم لعبين كل الناس راضية كله تفاوض بشكل زكي واللي قدر يكسب أموال كسب أموال منطقية مش مبلغ فيها أبطال كتير في موسم الانتقالات وأنا أعتقد إنه سرمايكروباترا دخل السوري انتقابه منطق القوة الإسماعيلي المصري الاتحاد إن بيسموحها كل الأندية حتى أسوان كل الأندية اشتغلت إنها تضم لعبين فقط فقط اللي هم محتاجينها وبس دون مشاكل ولا أزمات فبصراحة لوحد مرتاح ما حسش إنه دخل في أزمات في سوري انتهالات ده وتحسي لأن ده انتشغلت كمان مع اقتراب الموسمين يعني إنك تبدأ تستعد حسن ما تخش في خناعات في ضم لعبين وزي ما قلت لكم المستويات متقربة جدا ما فيش لعبين يعني فرقين أوش فيه لعبة مميزة زي مثلا مصطفى شربي لعب مميز جدا مع امبي عمل موسم رائع جدا وزي ما قلت لكم الزمالك كان بطل ختام موسم لانتقارات بضم مصطفى شربي وعمر السيسي